الطلاق الموافق للشرع ما كان في طهر لم يجامعها فيه للأسف يا أخوان سامحوني للأسف المسلم ما بيعرف بقول أول مرة بيسمع أنه ما لا يجوز لأحد أن يطلق زوجته إلا في طهر لم يجامعها فيه إذا في طهر جامعها فيه عصى الله وإذا بالدورة الشهرية عصى الله بده يطلق فيه طهر لم يجامعها فيه هكذا تقول سورة الطلاق قال الله تعالى فطلقهن لعدتهن يعني وهن مستقبلات العدة مرات مسلم يقول لك أنا طلع خلقي بدي أستنىها بدي أسأله أنه أنت شو أخبارك نعم يعني بدي أستنى إذا كانت عفوا بالدورة أربع خمسة أيام لحتى طلقها نعم وهالانتظار أنت أصلا تاني يوم ستندم على طلاقي فإذا الشريعة لك انتظر أربع خمسة أيام أكيد ستنحل المشكلة من دون طلاق الشريعة تريد أن يكون زواجاً وأن لا يكون طلق على كل الأحوال المسكين هالمسلم البعيد عن المساجد وعن مجالس العلم ما بيعرف بس الحمد لله معه لغتين ومعه شهادة طالع الأولي وهلأ بإذن الله سنسفره ويجيب ماجسير بس بدنا نجوزه وما بيعرف لا أحكام زواج ولا أحكام طلاق يا إخوان هذا شيء يقول لهم ويبكينا جميعاً نحن مدعوون إلى أن نمتثل أوامر الله بعد أن نتعلمها بقلب صورة الطلاق في الطلاق الموافق للشرع ما كان في طهر لم يجامعها فيه اثنين يجب على المطلقة العدة وهي فترة تتربص بها لا تتزوج ثلاثة يجب للمطلقة الحامل وللمطلقة الرجعية السكنة والنفقة بالمعروف يا إخوان هذا الدين عجيب لو الوقت يسمح بس ما يسمح الوقت سامحوني واحد طلق زوجته اليوم مهزوز بدنه منه خير الله وهو يعتقد بإلك أنا بشوف ملك الموت ومعد يشوفه الشاب بيطلق خير إن شاء الله الشريعة قال تطلقها يا أخي بإلا أنت طالق هلا هي يجب أن تجلس في بيته ثلاث دورات شهرية يجب أن يجب له أكل وشرب ولبس وتطبيب بالمعروف يعني إذا مرضت بعد شي جمعة يأخذها عند الدكتور ويدفع الفاتورة وهو يراجع يشتري الدويات ويقول له تفضلي هدون الدويات وبعد جمعتين ثلاثة يجوز يجي على باله ويجيب فراريج ويجيب فراريج على البيت وبعد يومين ثلاثة يقول له أنا ما عندي كسوة شتوية ويجت الشتية يقول له تكرم عينك ينزل يشتري له كسوة شتوية ويرجع على البيت بالله عليك هذه المواقف رجل طلق زوجته بيأخذها عند الدكتور ويتفعل الدواء وبيلبس هذه اللبس وبضعميها هذا الطعم ماذا استفعلها بعد أسبوعين أو ثلاثة ستأتي إليه معتزرة وسيقول لها رددتك إلى عسمتي وينتهي أمر الطلق بس مسلم مسكي ما يعرف يعني هو بيطلع خلقه طلقه بيقول لي الله روح إلى بيت أهلك أو بيطلع أبوه بيطلعه تعخذ بنتك كل من قال لزوجته بعد أن طلقها أخرجي من البيت عاصي يخالف القرآن جهارا نهارا قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن هو يقول له بيطلعه وكل واحد يبدو ضبش انتايته ويذهب إلى بيت أهله عاصة الله عز وجل قال الله تعالى ولا يخرجن منه كما ما يطلع مرة جديدة يا أخوان المسلم مسكين ما يعرف أحكام دينه لذلك يتحول الطلاق إلى كارثة ولذلك يتحول الطلاق إلى تفريق أبناء المجتمع لذلك يتحول الطلاق إلى خصومات ترجمة نانسي قنقر